قلق وذعر يحيطان بالسجن العائم في مدينة يوكاهاما الياباني سفينة الأميرة داياموند باتت أسيرة كورونا والمخاوف تتصاعد داخل اليابان عشرون حالة تم إجلاؤها ونقلها إلى مستشفى في توكيو لحقتها 41 حالة أخرى في ظرف ساعات السلطات اليابانية حجرت السفينة التي رست في الميناء منذ أسبوعين وأخضعتها لإجراءات طبية مشددة أجبرت ركابها على البقاء في مقصوراتهم ومنعت تجولهم على متن السفينة فحوصات شاملة للكشف عن مرض كورونا أجريت على مراحل قسمت الركاب إلى مجموعات حيث يتجاوز عددهم 3700 شخص بين سائح وموظف وزارة الصحة اليابانية أكدت أن الحالات الجديدة جاءت ضمن نتائج اختبارات أخيرة أجريت للركاب لكنها رفضت إضافة حصيلة إصابات السفينة إلى تلك الموجودة في اليابان والمؤكد أنها تجاوزت عشرين حالة حتى الآن حنين شولي العربية